السلام عليكم اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم حياكم الله بالفيديو الجديد وقصير إن شاء الله من قناة خواطر فكرية بهذا الفيديو سنوضح وسنبين بمقطع فيديو لشخصية تونسية والإعلام التونسي يدعى صابر النفراوي خرج على قناة الزيتونة هذا الفيديو يبين التأثير الكبير للشيخ أحمد سلمان في تونس لدرجة هذا الشخص أخذ بطريقة غريبة عجيبة يتباكى كيف الشيخ أحمد سلمان موجود في تونس كيف الشيخ أحمد سلمان ينشر المذهب وكيف 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 ومن هذه الكلمات الغريبة والعجيبة هذا بالتأكيد دور واضح دور واضح جدا للتأثير الذي يقوم به الشيخ أحمد سلمان بنقاشاته بطريقته بعلمه بأدبه أخذ يؤثر وبالتأكيد هذا الصراخ لم يأتي من فراغ وأنا أعذر هذا المدعو صابر النفراوي أعذر صابر النفراوي لأنه لا يتحمل وجود شخصية محتدة كالشيخ أحمد سلمان الغريب بالموضوع أن هذا الشخص أخذ يطبل وليد إسماعيل وليد إسماعيل الذي يكفر الشيعة وفي فيديو سابق ومنتدى نشر في قناته للأسف ما قدرت أنه أحصل وأخليه لكم وليد إسماعيل بفيديو سابق أو بمنتدى سابق قال الأساسي الذي قمت به ما معنى كلامه أنه سميت الشيعة بأنهم أو اعتبرت الشيعة بأنهم من المسلمين هذا المدعو صابر النفراوي يطبل لوليد إسماعيل السلفي الذي يكفر بالشيعة لا نقول إلا هذا تناقض جدا واضح والآن نحولكم أو نحيلكم إلى رابط في التعليق المثبت هو في الوصف لتشاهدوا تمام كلام صابر النفراوي التونسي الذي أخذه يبين أن وجود الشيخ أحمد سلمان خطر جدا 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 كبير طبعا السبب ما قدرت استخدم الفيديو لأن علي حقوق عفوا طبعا نشر فأنتم شاهدوا الفيديو بالضغط على الرابط وأتمنى إذا أكو قناة مثلا قناة الأخوة فاطمة والقناوات الباقية تنشر الفيديو إن أمكن تنشر فيديو قناة الزيتون اللي خليتها بالتعليق المثبت وفي الوصف وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر